حكومة إسرائيلية تصف بأنها الأكثر يمانية وعمليات فلسطينية تقابلها اقتحامات للجيش الإسرائيلي غالبا ما يقتل خلالها فلسطينيون مطلوبون لديه في خضم هذا المشهد المتوتر الذي يستمر في التصاعد ولا ينفك يأتي اجتماع العقبة في الأردن في محاولة لإيجاد أفق سياسي أو أمني لحل الأسباب اللقاء يجمع الطرفين فلسطيني والإسرائيلي لأول مرة منذ أعوام بوجود أطراف إقليمية ودولية فاعلة تشمل بالإضافة إلى الأردن كلا من مصر والولايات المتحدة وذلك لبحث وقف تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وخفض التصعيد الرئاسة الفلسطينية استبقت هذا اللقاء بالقول أن وفدها المشارك في الاشتماع سيشدد على ضرورة وقف جميع الأعمال الأحادية الإسرائيلية والالتزام بالاتفاقيات الموقعة تمهيدا لخلق أفق سياسي يقوم على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية فهل ينجح هذا اللقاء في تحقيق ذلك؟ هذا ما سأناقش مع ضيوفي معي من رمالله القيادي في حركة فاتح دكتور نبيل عمر من القدس الدبلوماسي السابق مائير كوهين ومن عمان أستاذ العلوم السياسية دكتور خالد شنيكات أهلا بكم جميعا ضيوفي لكن قبل أن أبدأ هذا النقاش معكم أريد أن أتوقف بداية عند نتيجة الاستطلاع سؤال كنا قد طرحناه على حساب سكاي نيوز عربية في منصة تويتر بشأن ما إذا كان اجتماع العقبة سيؤدي إلى إيجاد أفق لحل سياسي للقضية الفلسطينية تسعة وثمانون بالمئة من المصوتين قالوا لا وأحد عشر بالمئة أجابوا بنعم إذن الأغلبية العظمى تقول بأنه لن تؤدي إلى أي حل سياسي في الأفق وهذا ربما سيكون مفتاح تساؤلي معك دكتور نبيل عمر عن هذا الاجتماع هناك نوع من رد الفعل الرافض حتى لدى طيف واسع من الفلسطينيين وفصائل الفلسطينية وضغط كبير على السلطة الفلسطينية لمجرد موافقتها على المشاركة لتأتي عملية نابلس اليوم والبعض يربطها بهذا الاجتماع ولكن هي بشكل أو بآخر ستعقد من هذه المهمة برأيك أي أفق لهذا الاجتماع اليوم في ظل كل هذه المعطيات يعني أولا أنا أنضم إلى التسعة وثمانين بالمئة الذين استفتموهم حول هذا الموضوع لا يوجد مقاومات لنجاح هذا اللقاء في تحقيق الأهداف التي يريدها كل طرف على الأقل الطرف الفلسطيني تقدم بقائمة طلبات في اعتقادي أن الحكومة الإسرائيلية غير مستعدة لتلبية أي منها لا أريد أن أقول جميعها ولا حتى مطلبا واحدا من هذه المطالب لأن لا تستطيع أن توقف الحكومة المستوطنين الاستيطان أو أن تعلن أنها تتبنى ذلك ولو بصورة مؤقتة إضافة إلى أنه لو نظرنا إلى الأمر من زاوية أمنية فالسلطة ليست هي المعنية بإطلاق النار ولا هي المعنية أيضا بالتأثير على من يطلقون النار السلطة ليست لها نفوذ ليس لها نفوذ على مطلق النار في أي مكان من المناطق الساخنة أو دعيني أقول حتى في جميع مناطق الضفة الغربية إذن العنوان الذي يستهدف للتهدئة ليس هو العنوان الصحيح بسبب عدم الإمكانيات إضافة إلى ذلك الجوهر الموضوع المراشح ربما عن المبادرة الأمريكية أو التنزام أمريكي لو سمحت أرجوك أو عمليات مشتركة وربما العمل على استعادة نفوذ السلطة الفلسانية هذا ممكن لو سمحت أنا لا أحب المقاطعة لا تفضل فقط لن تفاعل دكتور نبيل ممكن أيوة لا لا أنت قاطعتين وأنا أقولك أرجوكي أنا كنت أقول أنه في غياب الأفق السياسي وامتناع الولايات المتحدة عن تتحدث عن هذا الأفق كعملية قريبة أو راهنة وكذلك الرفض لإسرائيل المطلق لأن يكون للسياسة دور في موضوع الأمن أعتقد أن هذا أيضا يشكل عائق لنجاح أي جهود تتم على صعيد التهدئة سواء في الضفة الغربية أو ربما مستقبلا وقريبا جدا في قطاع غزة طيب دكتور نبيل أنا ربما كنت أريد أن أتفاعل معك في مسألة أنت قلت أن السلطة لا تؤثر لا على الأرض ولا على هذه التطورات وليس لديها أي نفوذ حاليا بعض ما رشح عن ربما أفكار أمريكية أو خطة أمريكية مطروحة في هذا الاجتماع الأمني لمساعدة السلطة على استعادة السيطرة على الضفة وخاصة في نابلس وجنين برأيك هل هذا ممكن؟ لا غير ممكن على الإطلاق يعني الخطة الأمريكية التي أعلنت أو التي تسربت أخبارها ووجهت بإجماع وطني فلسطيني برفضها وأعتقد أن القوى السياسية الفلسطينية جميعا بما في ذلك جزء ليس بالقليل من حركة فتح والرأي العام الفلسطيني لا تقبل فكرة إضافة قوات جديدة لأجهزة أمن كي تذهب للقيام بعمل عسكري في مناطق الضفة الغربية لذلك لا أرى أن هذه الخطة لها مستقبل خاصة إذا كانت معزولة تماما عن أي أفق سياسي لأن الفلسطيني مستعد أن يقوم ببعض المهام إذا كان يقابل ذلك تقدم نحو حل سياسي كإقامة الدولة وما إلى ذلك أما وأن يكون مجرد عمل أمني فلا أعتقد أن هذه الخطة يمكن أن تنجح هنا أريد أن أعود إليك أو أتوجه إليك بالسؤال أستاذ مئير عن قراءتك لهذه المعطيات عن التعقيدات ولا أريد أن أتوقف عند عملية نابلوس بحد ذاتها اليوم لتزامنت أو ربما تزامنت مع هذه الاجتماعات في العقبة لأن هناك نوع من الدوامة المستمرة من التصعيد في الفترة الأخيرة وربما هذا سبب من أسباب الدعوة لهذا الاجتماع وانعقاده ولكن ردود الفعل الإسرائيلية لديك وفد رفيع المستوى أمني الآن في العقبة إسرائيلي لكن بالمقابل قرارات من الحكومة الإسرائيلية في أعقب هذه العملية تصعيدية من قبيل تمرير قانون الإعدام بحق الأسراء الفلسطينيين وكذلك بيان رئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو ألا يعتبر هذا كأنه حكم بالفشل المسبق على هذه الاجتماعات ما فيه شك أن هناك علامة استفهام كبرى حول إمكانية أن يصل هذا الاجتماع إلى نتائج معينة الاجتماع لا يبحث فيه عملية سلام مستقبلية لأن الإدارة الأمريكية تعي تماما أنه ليس هناك جدوى في الوقت الراهن للوصول إلى تسويف لأن المعروف ما هو الموقف الفلسطيني فيما يتعلق بالتسوية إدارة أوباما حصصت ثماني سنوات لوضع وصول إلى اتفاق حول هذا الملف جون كاري حضر أوراقه وقدمها لرئيس الفلسطيني ياسر أبو مازن ولكن في نهاية المطاف أبو مازن أدار زهره لرئيس أوباما وتوجه إلى الأمم المتحدة للحصول على اعتراف بدولة فلسطين إذن إدارة بايدن شاركت بشكل فعال عندما كان رئيس بايدن نائبا لرئيس أوباما وأعرف أن كانت عملية تضيئة وقت ولذلك الإدارة الأمريكية هي لم تدع خطة سياسية لحل الموضوع الآن نحن أمام موقف جديد نحن أمام حالة من التوتر وتفاقم في الأوضاع وتفجر في الأوضاع وهذا الأمر وضعت الإدارة الأمريكية خطة من أجل احتواء الموقف السؤال هنا هل هذا الأمر قابل للإحتواء أم لا العملية التي حدثت اليوم في دولوس ومقتل إسرائيليين كل شيء أو المسؤولية عن هذا ماذا عن جانب الإسرائيلي وتمنصه من كرة عهداته أسابقة عن تبنيه الاستيطان كأولوية من المسؤول عن هذا التصعيد وعن هذا الوضع والآن السوربا مسؤالي الأبرز كان أن الاجتماعات الأمنية في محاولة لإحتواء هذا التصعيد قرارات تصعيدية من الحكومة حتى البعض يقول أن نتنياهو خاضع لحكومة اليمين المتشدد والمتشددين في حكومته والحتى لا يستطيع السيطرة عليهم نعم وهذا صحيح ولكن هذا يعرضه لضغوط قاسية جدا من قبل الإدارة الأمريكية وهذا يبدو أيضا من المواضيع التي تم ترحاها في هذه الخطة الأمريكية الخطة الأمريكية تتحدث عن وقف عملية الاستيطان وقف البناء أمريكا تعارض البناء في المستوطنات بالإضافة إلى ذلك وقف عملية الهدم وتقليص عمليات الاقتحامات التي تقوم بها القوات الإسرائيلية في المدن الفلسطينية مقابل قيام السلطة الفلسطينية بسحب القرار الذي يتعلق بإدانة إسرائيل في الأمم المتحدة هذه هي الصيغة المطروحة الآن وتم وضع نقاط الحروف في الاجتماع الذي عقد بين تصحيها النكبي رئيس مجلس الأمن القومي في الأسبوع الماضي مع حسين الشيخ رئيس الهيئة في السلطة الفلسطينية الهيئة المدنية وتم وضع نقاط على الحروف فيما يتعلق بهذه المواضيع السؤال هنا يبدو أن إسرائيل ستستجيب في نهاية المطاف لهذه المطالب عن هذه المطالب وعن ربما المدى الاستجابة دكتور خالد برأيك هل تتفق مع هذا الترخص أنه دكتور عمر من قبل قال أن هذا الاجتماع لم تتوفر فيه مقاومات النجاح الحقيقة متعلق باجتماع العقبة هو بالأساس واضح أن هذا الاجتماع لا يمكن ينجح إلا إذا فتح أفق سياسي بالنسبة للفلسطينيين التهديئة مقابل التهديئة ربما بالنسبة للفلسطينيين الذين عاصروا هذه الأزمة منذ البداية يعني شيء لا جديد وبالتالي فقدان الأمل طبعا الواضح حتى هذه اللحظة أن السبب المباشر للوضع الذي نعيش بالضفة الغربية هو الاقتحامات المستمرة من الجنود الإسرائيليين وأيضا المتطرفين المستوطنيين الذين يقتحموا المدن ثم إجراءات أحدية الجانب وبناء مستوطنات وغير ذلك هذا حتما سيؤدي إلى ردة فعل فلسطينية ليس من المتوقع حدوث غير ذلك لأنه واضح أن هناك عملية نابلس التي جرت اليوم حوارة هي سبق عملية نابلس التي قام بها أيضا الجيش الإسرائيلي فخلينا نفهم الفعل ورد الفعل بالتالي على الأقل فيما يتعلق بهذا الاجتماع المطلوب طرح صحيح خطة للتهديئة لأنه نحن مقبلين على شهر رمضان المبارك وعياد وارد أن تتصاعد الأمور وأن تخرج عن السيطرة مطلوب على الأقل من الإسرائيليين طبعا وهذا غير متوقع أن ينفذوب بسبب بسيط هو أن اليمين المتطرف لديه أجندة مختلفة تماما وتستند إلى الأيديولوجيا أكثر من استنادها للواقع الموجود على الأرض هذا الخطة لازم يكون في أفق للفلسطينيين وفقا لقرارات الشرعية الدولية ووفقا أيضا لما تم التواصل ولكن ما يهم المأخوذ على هذا الاجتماع أن يركز على الجانب الأمني والأمني فقط دكتور خالد وبتل هل يمكن أن نتوقع أي احتواء لهذا التصعيد أو نتائج ملموسة على أرض الواقع دون الحديث عن أفق سياسي لهذا المصار وهذا ما يحدث الجانب الإسرائيلي يسعى إلى تسويقه على أساس أنه نقطة إيجابية لصالحهم أنه الحديث عن الجانب الأمني دون أي أفق سياسي الإعلام الإسرائيلي تحدث عن تسوية أمنية بالأساس اجتماع أمني لكن الجانب الأردنية تحدث عن صحيح بعد على التهديئة ووقف الإجراءات الأحادية الجانب والاقتحامات وغير ذلك لكنه يدعو أيضا لإجراءات بناء ثقة ولفتح أفق سياسي مقبول أيضا حتى الجانب الفلسطيني يتحدث عن مجموعة كبيرة من المطالب هذه جزء منها تتعلق بأسس الحل الدائم وبالتالي من الصعب أن أقول أنه أيهما أدق الرواية الإسرائيلية أم الرواية الأردنية الفلسطينية لكن لنتحدث أيضا عن الجانب الأمريكي الولايات المتحدة تدرك المخاطر الكبيرة التي قد تنجم عن حالة من الفلسطيني الأمني القادم وتتحدث عن إجراءات بناء الثقة وهي تضغط على الجانب الإسرائيلي ورفضت أو أدانت عمليات بناء المستوطنات لأننا نتحدث الآن عن دولة كالولايات المتحدة هي وسيط في المسار بين الفلسطين والإسرائيلين منذ أمد ليس بالقريب وهذه الدولة للولايات المتحدة تعمل على قدم وساق من أجل أن تعطي للفلسطينيين أيضا جزء من الأمال ليس بالضرورة كل شيء صحيح أن الولايات المتحدة تسعى بالدرجة الأولى إلى ضمان الاستقرار وعدم تدهور انزلاق الأمور إلى حالة دائرة مستمرة من العنف والعنف المضاد ويعرف الجانب الإسرائيلي التكلفة الهائلة عليهم سواء اقتصاديا على مستوى السياحة على مستوى أيضا الأرواح التي تفتقد وبالتالي قد يحدث تنازلات لكن على الأقل واضح أننا أمام فعل ورد فعل والدليل على ذلك أن الحكومة الإسرائيلية الكابنت اليوم أعلن عن الموافقة على حكم الإعدام لمن ينفذ من الفلسطيني عمليات في الإسرائيلين إذن قد يجر الأمور إلى مزيد من التصادم لكن بدي أقول في متغير أساسي اللي هو اليمين المتطرف الإسرائيلي يؤمن أنه بمزيد من القوى نفرض سياسة الردع ونمنع أي محاولات أو القيام بأي عمليات كما هي عملية اليوم هذا الاتجاه موجود لكن لا أعتقد أنه موجود عند أطراف الإسرائيلية الأخرى سواء الأجهزة الأمنية المطلوب هو التهديئة بالنسبة لهذه المؤسسات الأمنية طيب دكتور عمر انتقادات شديدة وضغط شديد على السلطة الفلسطينية لمجرد موافقتها في الداخل الفلسطيني بشكل كبير ربما هذه الضغوط دفعتها إلى إعلان عدد من مطالبها قبل التوجه إلى هذه الاجتماعات هل هذه المطالب مرضية بالنسبة لجانب الفلسطيني هل هي منصفة؟ ربما ضيفي سواء من الجانب الإسرائيلي أو كذلك الأردري يتحدث أنه سيكون هناك تنازلات حتى الوجود الأمريكي يمكن أن يشكل ضمانة أو عمل ضغط على الجانب الإسرائيلي وكذلك على هذه الحكومة حكومة اليمين المتشدد برأيك ما طبيعات التنازلات يمكن أن تشكل تقدم أو خطوة للأمام للجانب الفلسطيني؟ يعني هذه ليست أول مرة ندخل تجربة مع الإسرائيليين في مجال التهدئة وفي مجال التسوية وفي كل المجالات عمر طويل من التجارب مع الجانب الإسرائيلي كلها وبكل أسف أدت إلى نتائج عكسية بمعنى أن الإسرائيلي مستعد أن يعطي كلاما للأمريكيين بعد أن أفشلهم نتيجة مذبحة نابلس كما تذكرون ومستعد أن يقول أنا جاهز لأن نجمد الاستيطان لثلاثة أشهر هو يريد أن يأخذ تهدئة مجانية ويستمر قدما فيما يفعل لأنه حتى الآن هو ينتج قرارات استيطانية واحدا تلو الآخر إلى جانب أن الموقف الرسمي الإسرائيلي لم يقول أنه سيتوقف عن الاقتحامات بل أنه سيقول إذا ما جاءتنا معلومات استخبارية أن هناك من يعد لعملية فسنذهب إليه بمعنى أن الاقتحامات سوف تستمر لذلك لا أرى أن هناك إمكانية لدى حكومة المستوطنين أن تقدم تنازلات في موضوع الاستيطان كما لا يناسب القيادة الإسرائيلية أن تضع تهدئة مقابل شروط سياسية يطلبها الفلسطينيون لذلك سنرى خلال أيام القليلة القادمة أن الاتفاقات والتفاهمات الأمنية المعزولة عن ضمانات سياسية مقنعة من الجانب الأمريكي مصير الفشل ككثير من الاتفاقات التي تمت من قبل لماذا؟ على أي أساس دكتور نبيل؟ لأن البعض يقول أن هناك موجة تصعيد ربما تتبلور كرة التلج تكبر وخاصة مع اقتراب شهر رمضان وربما توقعات بمزيد من الانحدار في الوضع الأمني بشكل عام مع الفعل ورد الفعل كما أشار إلى ذلك ضيفنا من عمان ما هي أبرز الانتقادات؟ لماذا لا يمكن وصول إلى التسوية؟ وإن كانت مؤقتة لاحتواء الوضع على الجانب الأمني دون البعد السياسي؟ المشكلة ليست في الجانب الفلسطيني بالأساس ونظرية الفعل ورد الفعل هي السائدة في غياب الصيغة السياسية في غياب المفاوضات السياسية هذه ستظل قائمة ما يفعل الإسرائيليون فعلا على صعيد الاستيطان وعلى صعيد الاتحامات لا بد أن يكون لك رد فعل هذه مسألة بديهية للغاية تقديري أن نعود إلى نقطة البداية حتى الآن التسكينات التي تقوم بها جهات متعددة للوضع في الضفة وكذلك الأمر هناك توترات على حدود غزة وأيضا شهر رمضان هناك مئات ألوف المصلين الذين سيتوجهون للقدس وهناك خش أن يقوم الإسرائيليون أنفسهم بالاحتكاك بهؤلاء من خلال الشرطة ومن خلال عرص حدود والمسؤول عن هذه الحفلة الآن كلها هو منكفير الذي لا أحد ينكر دوره الأساسي في إثارة التوترات في القدس وخاصة في باحة المسجد الأقصى لذلك نعم لا يوجد تفاؤل ورمضان القادم هو مرعب بالنسبة للإسرائيليين والأمريكيين لأن مئات ألوف المصلين الذين ستشتبك القوات الإسرائيلية معهم لن يكونوا تحت السيطرة لا السيطرة الإسرائيلية ولا سيطرة أيجها ما رأيك أستاذ مئير؟ هل ما تبحث عنه حقيقة إسرائيل هو تهدئة مجانية دون أن تقدم أي شيء حقيقي على أرض الواقع وربما الدكتور نبيل عمر أشار لهذه المسألة في الاستمرار بالسياسات الاستيطانية في البيانات التي تلوح باستمرار سياسات الاقتحامات وكذلك القرار الجديد أو القانون الجديد فيما يتعلق بالإعدمات القرار أو الخطوة التي أحجبت عنها حكومات سابقة على أساس أنها التي ستشعل شرارة العنف لا تحتويها من الواضح أن هذه الحكومة صحيحة أنها حكومة يمنية متطرفة وهناك تصريحات ومثل موضوع الأدام ضد الفلسطينيين يقومون بأعمال إرهابية هذا الأمر لم يصادق عليه المستشارة القانونية للحكومة لديها اعتراضات على هذا الموضوع وتعتبر أنه ليس مجديا فنحن ما نسمعه هي مجرد تصريحات أما فيما يتعلق بموضوع الاقتحامات فهذا الأمر ليس جديد وهذا الأمر منذ الحكومة السابقة وتحديدا منذ العملية الإسرائيلية التي تمت في 31 مارس من العام الماضي التي هي كسر الأمواج هي جاءت نتيجة لسلسلة من العمليات ضد مواطنين الإسرائيليين وهجمات إرهابية تم مقتل أكثر من 21 شخصا وإصابة 68 شخصا ولذلك السياسة التي اتبعت في ذلك الوقت هي سياسة مستمرة وهي لن تمنح لهؤلاء الذين يقومون بالعمال الإرهابية لضرب إسرائيل من الداخل وبالتالي فإسرائيل تقوم بضربهم داخل عرين الأسود أنفسهم وتحصل على جباية من هذا الأمر السؤال هذا الأمر طبعا سيستمر ولن يتوقف لأن هذا الأمر منصوص عليه وفقا اتفاقية أصله الذي يمنح إسرائيل الحق في منع عمليات إرهابية ضدها رغم وجود هذا الاتفاق إذا أولا ثانيا إسرائيل بتقوم بهذه الاقتحامات نتيجة لضعف السلطة الفلسطينية هي السلطة الفلسطينية هي ليست قادرة على السيطرة على الأوضاع في الضفة الغربية وخاصة في جينين وفي مدينة نابلوس هي فقدت السيطرة ولذلك إسرائيل هي بتقوم بهذه العمليات من تلقاء نفسها دفاعا وحماية لمواطنيها أنا أتذكر سنة عام 68 كانت هناك قمة عربية تفضلي تفضل فقط أريد أن نفسح مجاله لدكتور نبيل للتعليق على ما جئت على ذكره بداية أنا أقول أن أنا أقول أن سنة عام 68 كانت هناك أسف 86 نذهب إلى دولة فلسطينية أين هذا يعني ينتقي ما يراه مناسبا ويقول هكذا تقول أوسلو ويلغي أي شيء آخر أكثر جدية في الموضوع الموقف الإسرائيلي كما قالوا المتحدث هو واضح للغاية وموقف لن يوقف الإختحامات ولن يوقف الإستطان وبالتالي الأزمة ستبقى قائمة مدام هذا هو الموقف الإسرائيلي أو هذا هو التفسير الإسرائيلي لأي تفاهمات ممكن أن تجري معه سواء كانت من جانب الأمريكيين أو المصريين والأردنيين والفلسطينيين في واقع الأمر السياسة الإسرائيلية مستمرة على الأرض وهذا أخطر ما نواجه سواء كان الأمر الآن أو في رمضان أو بعد رمضان أريد هنا أن أعطي كلمة أخيرة ربما للتفاعل على هذه النقاط دكتور خالد شنيكات وربما ما المتوقع من هذه الجهود الإقليمية والدولية بشكل عام في هذا المصر المعقد من غير المتوقع أو إذا ما أريد لهذه الجهود أن تنجح بدون فتح أفق سياسي للفلسطينيين طبعا سننظر للأمر على أرض الواقع كيف سيتم تطبيق هذه ما تم الاتفاق عليه هل ستستمر الاقتحامات الإسرائيلية هل سيتم بناء المستوطنات هل ستتم عمليات الاستفزاز القتل غير ذلك كل ذلك هذا جزء لأننا نتحدث عن ما تم الاتفاق عليه وكيف سيتم تطبيقه على أرض الواقع هذا هو الموضوع إذا ما انزلقت الأمور على أرض الواقع لمزيد من التوتر ولمزيد من الفعل ورد الفعل من غير المتوقع أن تنجح لكن أنا أعتقد أنه نحن بهذا السيناريو على الأقل مقبلين على انتفاضة فلسطينية ثالثة حتما في ظل المعطيات بدون تراجع إسرائيل خطوة للوراء والتفكير جديا بالعواقب ذلك لأنه التكلفة ستكون مرتفعة ربما هذه المرة لأنه فقدان الأمل لأنه على الأقل المفاوضات متوقفة منذ 2013 بدون أي أفق وننتحدث عن بعد أمني ومزيد أيضا من التصريحات المستفزة من اليمين الإسرائيلي المتطرب بين كفير وغير ذلك ويهدد بأبعد من ذلك بعمليات عسكرية في نفس الوقت قد نشهد إذا ما استمرت هذه قد نشهد انهيار السلطة الوطنية الفلسطينية وهذا على الأقل كابوس الوضع ككل وبتالي فشل العملية برماتيه إذن المطلوب على الأقل واعتقد أن الأمريكان الأمريكيين لديهم وعي بما يحدث قد يطرحوا نقاطا فيما يتعلق بالبعد السياسي بإجراءات بناء الثقة وقد يطرحوا بتقديم تسهيلات أيضا للفلسطينيين والبعد السياسي في المسألة الأفق السياسي هو المطلوب شكرا جزيلا لك من عمان أستاذ العلوم السياسي دكتور خالد شنيكات من القدس ديبلوماسي السابق مائر كوهين ومن رمالله القيادي في حركة فتح دكتور نبيل عمر شكرا جزيلا شكرا جزيلا